اشتركوا في القناة نحو تحقيق الأهداف المنشودة لمواصلة خطة تنمية الوطنية الشاملة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب أحمد أسلوم عضو مجلس النواب عضو لجنة أشئون المالية والاقتصادية بالمجلس سعادة النائب بعد التحية لو تطلعنا على قراءتك حول أداء المؤشرات الاقتصادية التي تم الكشف عنها يوم أمس خلال جلسة مجلس الوزراء أساكم الله بالخير في البداية التوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والدور الذي قام فيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في أول يوم من بدأت هذه الجائحة ووضع الخطط ووضع الاستراتيجيات سواء كانت عن القطاع الصحي أو القطاع الاقتصادي أو القطاع التعليمي كانت المبادرات من أول يوم موجودة ومدروسة وكانت من أول وجود الجائحة وتوفير كل الإمكانيات التي نحتاجها سواء على الجانب الصحي أو جانب الاقتصادي ابتداء من توفير الرعاية الصحية وتوفير التطايمات اللازمة وتوفير الأمور الصحية التي كنا نحتاجها والكوادر الطبية وأيضا من توفير الحزم المالية التي كان لها الأثر الإيجابي في استمرار ونمو الكثير من الأعمال في ظل هذه الثمانة عشر شهر الماضية التي كنا نعاني فيها من الجائحة فاليوم لا نستغرب عن هذه النتائج الطيبة والمؤشرات الإيجابية مقارنة ب2019 بالعكسة نقول أننا البحرين نجحنا ونجحنا في تخطي هذه الجائحة واليوم الأرقام هي تتكلم نحن اليوم نتكلم عن ارتفاع في رخص البناء ارتفاع في نقاط البيع الرئيسية في مساحة البناء في الصادرات في الواردات في السجلات التجارية نسبة الارتفاع تتراوح بين 15% إلى 151% وهذه نسب مقارنة بالدول العالمية تملك اقتصاديات كبرى نحن متفوقين عليها فيها وهذا جاء على عمل جبار جاء بتكاتف جميع الجهود جاء بوعي المواطن البحريني وثقته في قيادته هي اللي وصلتنا حق هذه النتائج اللي نحن الحمد لله رب العالمين اليوم نعرضها ونفتخر فيها نحن متفائلين أيضا خير ومتفائلين بعد ما رجعنا في الضوء الأخضر وبعد ما تعافت ورجعت مأظم المحلات التجارية والمجمعات التجارية وأيضا بدأوا السواح يتوافدون على البحرين وبدأت الحياة الطبيعية في ظل كل هذه الحمد لله لا زالت أن فيه سيطرة على عدد الحالات وعدد الإصابات وعدد الأمور كلها فهذا يوحي أن الوعي وأخذ التطايمات والثقة اللي الكل وثقها في قيادته اليوم وصلتنا حق هذه النتيجة نحن جدا فخورين بهذه الأرقام ونطمح إن شاء الله فيه أرقام أكثر وأكثر جاية ونطمح أن نعوض ما سبق من ظل هذه الجائحة وثقتنا كبيرة في الجميع نعم سعادة النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة